كيف أسهم البرلماني المصري في الحفاظ على الأمن القومي المصري أولا نسمح لأن أنا أتوجه بالتحية إليك الأستاذ محمد وأتوجه بالتحية لكل مشاهدين في الوطن العربي وأعاكد بس أن البرلماني يمكن قادر وكان من قادر الدولة المصرية لأنه واجه عدد من التحديات وعدد من الصعاب وعدد من المؤامرات التي تستهد في أمن الدولة المصرية الأمن القومي للدولة المصرية المرتبط إلى حد كبير بالأمن القومي العربي والكلام ده وقت من بعد صورة 30 يونيو المجيدة وحتى تاريخه يمكن عايز أقول لك أن يمكن البرلمان كان أحد العناصر الرئيسية ضمن مؤسسات الدولة المصرية اللي واجهت هذا المخطط من أول يوم ويمكن كان الهدف على فكرة واضح جدا لعدد من المنظمات اللي بيحوم حواليها على الكثير من النشوات خارجيا أن هي هتحاول تسكت البرلمان وتقلل من شرائيته وتسخف حتى من مشروعات القوانين وتقلل من مشروعات القوانين وجدواء اللي بيصدرها البرلمان إنما الحقيقة كان زي ما قالت الدكتور علي عبدالعان رئيس مجلس النواب من أول يوم نعلم تماما هذه المخططات وسنفشلها وهذا هو البرلمان يعني يصل إلى العمطار الأخيرة من فصل تشريع طويل مدته خمس سنوات بالأرقام وبمضمون القوانين يؤكد هذا البرلمان إنه كان البرلمان الأكثر قدرة على تجاوز هذه التحديات التشريعية والتحديات الدولية لوجهة الدولة المصرية بالأرقام البرلمان عدد التشريعات الأصدارة على الفكرة تتجاوز تقريبا تشريعات أصدارتها برلمانات سابقة في أربع أفصول تشريعية يعني حوالي 20 سنة بالمحتوى لهذا البرلمان اقترب من ملفات كانت شائكة وكان يخشى عدد من البرلمانات الاقترب منها زي موضوع ترميم وبناء الكنايس القانون ترميم وبناء الكنايس اللي أصدره البرلمان قانون تأمين الصح الشامل اللي أصدره البرلمان وهيطبك على مدار 15 سنة من 2017 حتى 2032 قانون أشخاص زاوي الأعاقة قانون الجامعات الأهلية قانونين كثيرة جدا أقرها البرلمان ويمكن على مدار يعني إن كان دايما قدر هذا البرلمان إنه هو في كل دول العنقاد من خلال الفصل التشريعي كل سنة كنا بنقابل تحدي كبير بنعتبره هو تحدي حقيقي للبرلمان كان آخر هذه التحديات هو منقشه منقشه هذا البرلمان من الموافقة على ما انتهى إليه المجلس الدفاع الوطني بطلبه إرسال موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج الحدود وعلى وجه التحديد في ليبيا غربا يعني البرلمان يمكن لأول مرة حينما يناقش موضوع يوافق عليه بالإجماع دون امتناع أو رفض كل الحاضرون من نواب الشعب المصري داخل البرلمان كان عددهم 504 كلهم على فكرة وفقه بالإجماع المطلق على هذا القرار دعما لقوات المسلحة المصرية ودعما لقيدة السيسية ممثلة فخامة رئيس عبد فتاح السيسي رئيس الجمهورية وقاد الأعلى لقوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر